أشهد الرئيس عبد الرب منصور هادي بإنجاز مشروع ميناء قنال جديد بمحافظة شبوة موجهاً الحكومة والجهات المختصة بتسهيل إجراءات العمل في الميناء خدمةً للاقتصاد الوطني وجاء هادي خلال لقاء محافظ شبوة محمد صالح بن عديو باعتماد هيئة مستشفى عتق كهيئة طبية وتعليمية واعتماد جامعة شبوة وغيرها من المشاريع الحيوية مؤكداً اهتمامه بتلبية متطلبات أبناء المحافظة بما يؤسس للدولة الاتحادية واستعرض محافظ شبوة جملة المشاريع التي نالتها المحافظة واكد أن نحو مائتين وواحد من المشاريع تم تنفيذها بتمويل محلي من نسبة مخصصات المحافظة من مبيعات النفط ومائة وأربعة وثمانين مشروعاً بدعم حكومي وتوجيهات الرئيس هادي